اشتركوا في القناة لكن الله يغفرنا أعمالنا كلها أخطاء ولم نصححها الأولياء يعملون الأعمال الصالحات الكبيرة ثم هم يتهمون أنفسهم أنتوا تعلموا هيك يا أخوان أن تجتهدوا في العمل وأن تتهم نفسك أصل كل خطيئتين ومعصيتين الرضا عن النفس وأصل كل طاعتين ودرجتين اتهام النفس لما بتتهم نفسك بترقى بس ما بترضى عن نفسك بتتراجع هلأ إذا طالب أخذ كفاءة ونالوا يلا بدنا نقدم عاشر مثلا شو عاشر؟ أعوذ بالله ليك أنا أخذ كفاءة كفاءة عم بقول لك شهادة كفاءة صار معينة نعم هيك حاجة هم؟ كفاءة الكافية يا أخي أحسن من هيك بانتزعه شايف؟ أصلوا كل تقصير الرضا عن النفس ألا واحد أخذ بكالوريا نالوا يلا بدنا نكملها شو كمل؟ بكالوريا أنا يا رجل ما بتعرف شو معنات بكالوريا لما بترضى عن نفسك بتوقف ولما بتوقف تكون عم تتراجع على أن الحياة تتقدم أما لما أنت بتتهم نفسك أنه شو بكالوريا ما لي أخذ شي أنا يلا بدي ساوي لسنس بعدين تقول شو لسنس؟ في منه كتير بدي أخذ دراسات عليا شو دراسات عليا يا أخي؟ شايف؟ لما بتتهم نفسك بأنك مقصر ونقصة كثير تتقدم ألا إذا واحد اشتغل وصار معه مليون ليرة ولا خلص مليون ليرة يا رجل صار معي حاجة كفاهة الكافية هاللحظة هي لحظة تراجعه لأنه ألا هو عم تمشي به الأيام بيصرف من هالمليون أما إذا قال لا أخليني أسعى أكثر شايف؟ اتهامه النفسي هلا هيك بعلاقتك مع الله لما بتقول أنا منيح أنا عم ساوي الفرائض بصلي السنة بحضر درس خلاص حاجة كفاهة الكافية أصله كل تراجع رضاك عن نفسك وأصل كل تقدم باتهام النفس فالأولياء يتهمون أنفسهم مع أنه بيعملوا أعمال صالحات كبيرة لكن لا يزال يتهموا نفسه لكي يشتهد أكثر بالعمل الصالح ترجمة نانسي قنقر